وقدرنا علاقة جنسية كاملة لم أعمرني أن نساها أيه لم أعمرني أن نساها حيث تملي فقط في الصباح لم أردته بحل تقوله داب أو لا طار بحل تقوله حلم حلمته إيه واتصنته لي لقاستي وشوفه شنطرالية أنا ظهور مزوجة للأسف مزوجة ولكن عمرني ما شفت نهار البيض مع راجلي هذا الشيء اللي اشتبأ أنا عند الوليدة غضبانة عام ومس وأنا غضبانة الوليدة بقيت فيها قلت لي يا عفتي شنو هنديرو غادي نجمع عصاكنا وغنمشيو عند خالتك هذا الشيء اللي درنا قنطنا أمقى وغير في الهم ممشينا عند خالتي بغتطر بالفرحة من اللي شافتنا حيث شحال هذي ما مشينا عندها يواء ما خلت ما دارت لنا طياب وماكلة وفرحة وتسالت بينا ولكن نهار اللي دارت لنا بسطيلة الوليدة كلت بزاف والوليدة عندها المرارة وجاها واحد الكريز ما نقول ليكمش قد تتغوت عارفتوا تتخلعت عليها بزاف مشينا قلبنا على شكل يدينا السبيطار وحجارهم جدانة كاملة للسبيطار دخلناها المهم بقى ويعطيوها شيكال موالو هو يجي واحد طبيب أعرفته يا أخوتي ذك الطبيب من اللي شفته ستاني ما بقيتش تنديها في ممي مريضة بقيتش نشوف غير فيه في يديه في شعره في عينيه في طبيب اللي اللي لابس صفي حمقني وصافي هو مدهش فيه ولكن انا ما نكتبش عليكم ما عجبني بزاف ما عرفتش ما عجبني حتى طبيب ما عرفتش ما عجبني حتى هو أصلا زوين المهم عجبني وصافي ما عجبني بنتها أو ولدها قلت لي وانا بنتها قال لي تجي معي دابة البيرو مشيت مع أهل البيرو قال لي الوليدة ديالك دابة حاليا ما عندها ويلو سنعطيوها ديكالمو وسننشي في حالها ولكن ضروري يخص هذه العملية على المرارة لأنها منفوخة هو تهضر معي وانا تنشوف له غرف في أمه كيف تهضر كيف تنطق تسطى يتصافي وانسيت راجلي بالمرة وانسيت أنني مزوجة وانتفكر انتفكر العذاب انتفكر الجاحيم واندي ما نتفكر فيه صافي السيد من اللي شافية لقني مبهورة ديرا فيه واحد شفاء باينة ريحتي عطاته صافي هو يضحك معي قال انت من هنا؟ قلت له لا أنا ماشي من هذه المدينة مهم بنت السيد بأنني صافي مزعوطة بحلتي يقوله صافي هو يجي لعند الوليدة بقى تقلبها هضر معاها شد لها في يديها وعرفت أنا تنطير باينة باينة اللعمة أنني عيني فيه يقرر بحداية قال لي نخلي الوليدة تبات قال اه عرفت بأنه بغاني ذلك الساعة ونخرج عند خالتي وبنت خالتي وولد خالتي وذلك جارهم اللي جابنا قال لهم غير سيرو غريت بات خالتي ضربت كيف تبات اختي ما فيها قال لك خصات لكي لن تزاد حتى تكون هنا في سبع طر فقال قال نظر معاها قال ايوها تقولي خالتي ايوها يقول ايوها يقول ايوها 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 اولا اختي اختي قالت لي إنه لا لاساقط كلهم لاتن بأخذok عليا وستولت بوحدة الخسارين صفل المدرب المشاء وج Speed الله والتجين قالت لابد لقد شكرها قالت لي أنتها هييه رائحة بريحة ومعٍ كل يلا انت واحد أحنا في صباح كان فيها برمانس حتى الفرمليات اللي معاه ويلو غير هو بوحده اعرفت وانا بقيت كلي تنترحت بني قلسي وقلست بقيت نهضر انا وياه بقيت نتعاوده شحاله انا نتعاوده تقوله يكمل ولي ضغط فاق يقول يا غيرت هني الولي ضغط نعس حتى الصباح ما عرفت واجد لدي كالمان واجد لدي شيء حاجة اللي تنعسها المهم السيدة هو دار عينو فيها من اللي قلسنا وعودت له قلت له انا راني مزوجة وعندي مشاكل مع راجلي وهذا وعد زاد زاد تعجب بيه لان قال هذه مزوجة ما عندي اتا مشكلة راه ما عندي استعمالشي مشكلة انها بنت لهذا سافي بقى نهضرون هضرون هضرون حتى لقى رأسنا مشاد في يوم عنقني وقالي انتي صراحة بيناعلك بنت ضريفة وزوينة وغزالة كيف تزوجت بهذا انا ضريفة سافي اشتوا عنقني وعطاني القيمة قلت ان تبغيني سافي وضخني الوحد كانت انفاسم على الوالدة كانت خاوية فيها غير باياس واحد الالة وتمكت علاقة جنسية كاملة سافي بقينا ناسين سافي انا ضريفة فقط الصباح لنسمع الهضراء والهاراج وقلت انتحدث والتي تعيني صباح ودخلوا والصباح والمرضى والناس اشتراه حقاً، قد اتكري بالسفنبلاستي اضع خطيه قلت له، ماذا تدري هنا؟ قلت له اختي انا غير بيته مع الوالدة قلت له اختي وشترك الذهب قلت له بي ألّ Shawshann قلت له التطبيب الذي كالباح قلت له اما هلا قبل الباح أغير استاجار كان هنا قلت له اختي رو حد إلوء وزوين فجو قلت لي اطلب اطلب الخبائي اخي مني عرفته لم يعرفت النهاية لكي تبليت قلت لدي الوالدة قلت لكي بقيت صافي قلبتها الفرملية شاهدت الضوصة قلت لكي تباتي قلت لكي تبارح قلت لكي تبارح قلت لكي تبارح المهم عرفت بأن هذه الساعة السيدة قلت نسول عليه لم أعرف كيف سنسول عليه قلت لكي تحتارب إذا قلت لكي تقبل العبارح قلت لي قلت لكي تبارح قلت لي اختي أمين طبيب قلت لي وقلت لكي تبارح لكي تبارح مفتد لكي تبارح قلت لكي تبارح حبيت حبيتوا الحب لأنه كان لدي مقارنة حتى الرجل اللي مزوجه عام ومص ومفارقني ذلك الفراغ كله حطيته على ذلك السيد ومع الدكتور وحسيت بذلك القيمة اللي اعطاني صافي صافي ولكن تستمت في الصباح من اللي ملقيتوش عرفتو بأنه دوز بيديك الليلة ومشاف حالاته فزيت مميمتي ومشيت للطاكسي عفتي دخلت لعند خالتي حالتي حالة وجهي زرق قلت لي مالكي والحمد لله اللي مهمتك رجعت على خير وبي خير ومحالتها كانت البال حتى تخلع قلت لي هيا في خاطري احياني يا خالتي كل عرفتي في ضيحتي كل عرفتي شنو درت في هذه الليلة كل رات ترجميني بالحجر ايو شديتها في قلبي وزكت قلت لي يا الوليدة اللغدة يا الله بنيتي مشي وفحانا قلت لي هاو تقولي نبقى وما زال بغيتك على الله سعماء نبقى نمشي لدك السبيطة ربما امطلق معاه وقلوا لي يا الهبيلة والسيد قد حاجته مشى في حاله اشبقى بغيتي فيه ايوه عقلي وما يقول ايوه صافي مشينا في حالاتنا المدينة دياننا ارجعنا انا والوليدة والمشكل هي من اللي لقيت راسي حاملة ولقيت راسي تنت وحم وتنموت بالوحم تمك في نعرف تربي بغي يفضحني الراجل مخليني عند الواليدة صدقت خيناه وديرا اكبر جريمة وهاربي حصني كي غندير وشنو غنقول ولمن غنعاودها ام يمتي حبيبتي هادي ما كانتش في حسبان ايوه ملقيت لما نقولها قلت الواليدة شوفي ضروري المشيو عند خالتي قلت لي يا ويلي لحنا خالتك عاد جينا من عندها رجوع عندها قلت لي يا ودقولي ايه لا ما مشيتش عند خالتي ندير شي حاجة في رأسي ضعفتو مع امي مسكينا ضغيت التخلع مني هزينا اوتاني ساكنة ورجعنا عند خالتي داق داق السلام عليكم احنا رجعنا خالتي تصدمت قلت اوه ماذا هذا؟ يلا جاءوا عن داق السلام عليها ورجعوا وانا المشي عن دخالتي كانت قليلة هي التي تجيبنا بثائف سوف يدخلنا قلسنا لا تعرفت رأسها لكي تبلات عرفت كان شي سبب ولكن لم تفهمت طواله وانا ما نقول لكم حالتي تنموت بالوحم تنموت بالوحم اللي شافني عقبية قلت لي مالكي قلت لي المعدة قلت لي هذه المعدة لكي نبقى نمشي لك السبعطار فوق لا تريد المشي تقول لي نمشي معك اوهي لي يا ابن تختي تنمشي هكو حالتك تنقول لي اوه عقلتي امشي الراسي تنبقى نكابر قليلا وتنخرج قده ما سعمرني قليلا ولكني في الطريق تنموت من اللي تنمشي في الصباح وانا قلسة قدام بب داخل السبعطار والسبعطار كبير وعنده قوة البيبان تنقولك على الله نشوفه وانطلاقه ايه لا يوجد الأريكة واننسوي الفرملية واننسوي الناس واننسوي المرضى ونا بسجد من نسوي اوهي التقول السيد لا أعرف حالي سولت مرة وانا القوة وقالة اختي الله يمكنك الجميع اللي يأتي الناس اللي يأتي هنا وشل يأتي كل مرة وقالت لي يبدأ اختي أختي الزهول وانطلاقه وانطلاقه صافك التجد عرفت بأنه مش عمرني نشوفه وما نكذب شعليكم عرفت رأى عشر أيام تابعة وأنا تنقيل قالسة في الباب ديال السبيطار والبرد والموت ديال برد كانت ليالي احتمرت أمرت واحد المرضى من قول لكم شكيفاش دايرة المرضيك المرضى شراولي يدوه من اللي شراولي يدوه ما عرفوني شواش حاملة صافي شربتك الدوه هو يخسر لي يا بنادم عرفت وجاتني واحد الفيضاء ما نقول ليكم شكيفاش دايرة هزوني للطباب دخلت معي الوالدة قلبني الطباب شافني ودكشي ويقول الوالدة رهام الحمد لله على سلامتها بعدا اللي هي بيخير أما بنادم رام شفحانه عرفت امو مسكينة ضربت في حناكها هاو يقلت لي على بنادم لاتي مني انجكد بنادم قلت لها امو يا استريني دخلت عليك بالله إذا ما استريني الحمد لله لي لم تأتي معنا خالتي الحمد لله لي لم تأتي معنا خالتي تفضحني ايه وصافي خرجنا من السبيطار داروا لي بعد الكورتاج نقاولي الوالدة ولبست حوية جاتي وهزيتها في الصبر و جيت لعند خالتي اعرفت امي حالتها من اللي دخلنا مهضرة ما تكلمت قلت لخالتي اطلع الصباح نمشي في حالي ايه وصافي اطلع النهار نمشينا في حالتنا صافي غاوصلنا مهضرتش معي في الطريق بالمرة عاوصلنا شدتني من شعري ودتني وجابتني بواحد النتفة قلتني ايه وقد اعتقدت مشيك هذا الشيء ما بدخلتك قلت لي الامة امتي لم يضع لي البياح قولي لماذا أهد بفعل قلت لي امتي سترة قلت لي الامة اصدعني قلت لي وقلت لي قلت لي انهار لي مجحيتي للطباب قوي له ينشترع لك في الطباب قلت لي هذا الطباب الذي كنت يدوز لك هو سبابي يعني هو ايه وفينا هو قلت لي ملقيتوش الامة امتي قلبت عليه تعييته ملقيتوش وقالت لقعد ابا وخلقه انت ركب راجلك ومرت الراجل هم بقعد نطالبوه هو وحمد الله يا بنت الحرام حمد الله اللي طاح بنادم وربي راه تيبغينا وما كون راجلك دخلنا للحبس ومنقول لكم شخوتي واندمت واحد الندمة واحد الندمة كبيرة وعرفت الخطأ اللي درت وعرفت راسي انني تهورت وبقتت نقول ربي تيبغيني تيبغيني وبزاف اللي طاح لياهد بنادم غرب وحده ما حيته ما قصته من عند الله عاش رب الدك الدواء وربي جبتي يصير وقعت نقول لأمي أمي انتي حبيبتي بغيت ارجع الراجلي لان التبهديل شفته المدة ديال شهر شفت فيها التبهديل كامل الله يا أختي نرجع الراجلي امعزة مكرمة تلك كانت شي مشاكل راه كل أسرة في هالمشاكل ونطلب الله يسمح لي على هاد الجريمة اللي درت وهاد الفقصة اللي في قصة مويمتي حبيبتي وهدي هي قصتي وهدي هي حكايتي وإلى عجبتكم قصة اليوم ما تنسوش الدعموا القناة ديالنا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم سالمين